بسم الله الرحمن الرحيم محزبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السادسة أعداد الموزنة الاستثمارية مشاكل تقدير كمية المبيعات يمكن الاستعانة بالبيانات التالية لتقدير كمية المبيعات المتوقعة للمشروع الاستثماري 1 الطاقة الانتاجية الفعلية الخاصة بمنشآت قائمة فعلا والتي تقوم بمنتجات مماثلة وحجم انتاجها ومبيعاتها الفعلية في السنوات السابقة 2 المشروعات الاستثمارية التي حصلت على موافقات من الجهات التي تشرف على الاستثمار والطاقة الخاصة بكل منها رغم أنها لم تبدأ في التشغيل بعد 3 حجم الاستيراد من نفس المنتجات حيث يتم تحديد كمية المعروض من المنتجات او الخدمات لمشروعات قائمة بالفعل 2 تحديد حجم الطلب المتوقع 3 تحديد ما اذا كان هناك فجوة بزيادة حجم الطلب المتوقع عن الكميات المعروضة 4 تقدير كمية المبعات المتوقعة الخاصة بالمشروع محل التقويم ومن المشاكل التي ترتبط بتقدير حجم المبعات المتوقعة ما يلي 1 مشكلة تقرير منافذ التوزيع سواء عن طريق وكلاء التوزيع او متاجر كبرى او منافذ تابعة للمشروع 2 مشكلة تحديد حجم الحملات الاعلانية لترويج منتجات المشروع 3 مشكلة تحديد نمط سياسة التمييز السعري الملائم 4 مشكلة تحديد سياسة البيع نقدي ولا بالتقسيط ولا بالأجل وترتبط كمية المبعات المتوقعة من المنتج الأساسي للمشروع المقترح بمتغيرات هي سعر المقترح لمنتجات المشروع سعر المنتجات البديلة عدد السكان تكاليف الحملة الاعلانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة